انا بعزف كرداد بس وعايز اطلع اغاني انت عزفت يا بتاع البيانون وجعت اطماغنا اهلا بكم سؤال بيتكرر كتير او تعليق بيتكرر كتير من بعض الناس بيقولولي انا ما اعرف كرداد خلاص وعاوز بقى اعرف اطلع الاغاني بقى اعمل بقى الاغاني ازاي اما بقول لهم انت لازم عشان تطلع الاغاني لازم تفهم الاغنية دي مكتوبة من سلم ايه طب وهتعرف سلم ازاي من غير ما تقرأ نوته ما انت هتقرأ نوته عشان تعرف السلم ماشي بتحرك ازاي وتعرف النوت بتاعته ماشي ازاي ومسافاته ازاي فما تيجي تركب الكرداد تعرف الكرد بتاع الاولانية اسمه ايه والكرد بتاع التاني اسمه ايه والكرد التالتة بتاع اسمه ايه وتتحرك من الكرد الاولاني للتاني للتالت للرابع هي الموضوع كده انت بتسمع الاغنية الراجل اللي عمل الاغنية ديت او الراجل اللي عمل المقطوعة ديت الراجل عملها من مقام معين او سلم معين هو عمل بيه المقطوعة بتاعته عشان اسمع المقطوعة ده يتوقدر اقلدها ممكن اقلدها كملودي اقلدها كملودي فباسمع المقطوعة واعمل زيها بالملودي الخط الغنائي بتاع المطرب او الخط اللحني بتاع المقطوعة باسمع واقدر اقلده بس انا مش فاهم حاجة خلص انا عملته بس مش عارف ده ايه يعني خلاص عايز اعمل كردات بقى لا ما انت الكردات بتاعته كل نوتة من دول اللي انت عديت عليها كان ممكن تبقى كرد والكرد ده ممكن يبقى له مليون احتمال ممكن يبقى مينير وماجير وديمينشت واغمنتد وكرد فلاتت سفن وكرد فلاتت فايف وكرد شارب تو الاف الكردات اوبشنز غير محدودة طب انت هتعرف بقى تعد تجرب بقى كل كرد واللي بعدين بقى ان شاء الله هتطلق الاغنية دي بعد ما تطلع معاش يعني اول الاغنية تطلعها في حياتك هتبقى مع احتفالك بطلعك للمعاش وده طبعا مش هيحصل طيب انا دلوقتي عزفت الميلو دي بتاع الراجل اللي عزفولي دوت بتاع الاغنية بتاعتي طيب انا عرف بقى منين بقى ان انا اعمل الكردات بتاعتها ما انت لازم تعرف طالما عزفت المقطوعة دي هي معمولة على سلم او على مقام او خبارك هتعرف المقام ده منين بانك انت عزفت السلالم معانا فبمجرد ما بتعمل الاغنية لو عملتها بتطلع على الاغنية واحدة والاغنية دايما الاساس بتاعها بيبقى الصباع الزغير في الخانة الاولى فدوت اه دي كده فانا خلاص عرفت ان المقام لما عرفت انه لما جير اللما جير اول كرد فيه هيبقى لما جير تاني كرد فيه هيبقى سي مينير تالت كرد فيه هيبقى فانا مينير واجي على الركوز متاع كل حيث مثلا في الايقاع يعني اول مانسورتين لايقاع بيركز وereyeبقى ثاني الاغنية انا قفت على النوتة الم Brand بعمل الكرد بتاعها الى انا عارف اینا انا قفت عليها فمجير ا Zoe النوتر دي اللي انا وقفت عليها فادييز الفادييز في مقام اللاماجير هتبقى مينير فانا هروح مثلا حطوا الكورد بتاعي مينير هيمشي معايا مع اللحن لازم هيمشي معايا مع اللحن ما تيجي بقى تمشي بعد كده كمان وتلاقي كورد من كوردات السلم اللي انت عزفته وانت عرف ان المخطوعة دي من السلم الفلاني بس الكورد مش راكب خالص واللحن اتغير حط الراجل فيه الملحن حتة زيادة شرب او فلات فانت الراجل طلع من السلم بتاعه وراح سلم تاني بس السلم التاني دوت فيه كزا فانت هتبقى عارف انك انت النوتة اللي قبلها اللي طالع دي من سلم تاني فانت ممكن تحط كورد من سلم تاني وتدربه يطلع طعمه حلو تبتدي تشوف الله 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 ده ضاف النوتة ديت معاه فانا ممكن اعمل كورد من نفس السلم بس اضيف النوتة دي عليه فتمشي معايا ان اللحن بتاعي اتغير بس الكورد بتاعي غيرته كمان عشان يمشي مع اللحن الجديد ايا جماعة ده ده علم اسمه علم الهارموني ده علم اسمه علم الهارموني هتتعلمه ازاي و انت بتعرفش تقرأ وتكتب. يعني انا هقول لك مثلا القفية والسجعة في بيت الشعر الفلاني انتهى بالالف اللينة وانت بتعرفش تقرأ وتكتب. هتعرفها ازاي دي. مش لازم نعرفها الاول بان انا اعرف الايه? الالف اللينة. واعرف الوزن والايقاح هيبقى ازاي الكلمة او زينها ازاي مع الكلمة اللي بعدها. فمكتبهم مع بعض يطلع الوزن بتاعهم. هعرف الكلام ده ازاي من غيرها في الكتابة. هعرف اعمل هارموني ازاي? من نوتا نوتا. مي سول سي ده كورد المي منير. لان من المسافة من المي للسي. مي فا نص تون. ومن الفا للسول دي تون كامل. فتون ونص دي تبقى تلتة صغير. ايه يا جماعة? كل ده علم الهارموني. هقرأه وحكتبه. فما تستهونش بالنوتا وتقول لها انا مش عايز في نوتا بقى وانا عايز اطلع بقى كل الاغاني اللي انا عايزها. خلاص جرب بقى. يعني انت هتقعد تجرب مع نفسك. وهتضيع وقته اطول. انك انت هتجرب عشان تطلع الاغنية الواحدة هتتعب جدا. وهتاخد وقته اطول. لو كنت استغلت الوقت ده انك عارفت نوتا. وعرفت الدروس بتاعتنا بتاعت الهارموني بدأت معانا فيها خلاص. انت يعني هتطلع الاغنية في لا شيء. يعني انا بطلع الاغنية في نتيش في قاعدة يعني في ربع ساعة بطلع الاغنية دي ايه كزا 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 تن 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 تن. اطلعها على الجيتار. لحن بعد كده خلاص طلعتها. لحن ابتدي اقف في كل موقف هنا انا عايز اقف فيه اه وغير الكورد بتاعي. وروح مركب الكورد. اه ده حلو. اه ده احلى. اه ده اجمل. وبتدي بقى خلاص بعد ما استقر على التركيبة بتاعتها روح كاتبهم على ورقة وخلصت خلاص الاغنية. انا حتى بعد كده ما بافتكرش حتى الكوردات لازم عشان اعرف كوردات اغنية بصيلها في الورقة اللي انا كنت كتبتها ايه? لان خلاص انا عملتها في ربع ساعة وخلصت من دماغي. ما عادتش اعمل فيها شهرين. فحفظتها لدرجة ان ايدي خلاص يعني عرفتها يعني. ومش حنساها لان بالي شهرين بعملها كل يوم. واخد بالك. فانا بنساها. بقرد ما بعملها ربع ساعة تلت ساعة بنساها. معلش اسف انا طولت عليكم بس اتمنى ان يكون وضحت احنا ليه بنتعلم نوتا? واحنا ليه لازم نتعلم هارموني? عشان تعمل حتى الاساس البسيط انك انت عاوز تعمل كام اغنية وكام مقطوعة وتعزفهم كهواية يعني. واخبارك. حتى دي كمان محتاجة علم. يعني يعني انت عايز تاخد الموضوع بجد وبتاعه وعلم خلاص. لو انت عايز تعزف بس. اتفرج بقى الناس اللي عزفتها وطلعت الهارموني بتاعها وطلعت الكوردات بتاعتها وجابتها لك جاهزة. ما تقولش بقى انا عاوز اطلع بنفسي بقى اللي انا ايه? واعمل بقى باش عاربية. يعني ما ينفعش. انت عايز تدفع تمن عربية اه فيت 128 وعايز الناس تجيب لك عربية جاجور بيها. يعني لا مش هتنفع طبعا. هو هتجيب لك عربية فيت برضو يعني اغبالك. واشوفك الحلقة الجاية. شفته? الرجل نم مني يعني. قعد قعد هنا ما تتحركش. اشتركوا في القناة